النهاردة خليني أبتدي معاكم بأخبار الأهلي طبعا خليني أبدأ طبعا حالكم عارفين أنه الأهلي بعد راحة 48 ساعة بدأ العودة للتدريبات مبارح والنهاردة تاني تمرينة للأهلي إن شاء الله واللي هتبدأ برضو الساعة 8 يعني عارفين طبعا الجو اليومين دول في موجة حرة صعبة جدا عشان كده فضل مارسل كولر أنه يؤخر التمرين شوية ويتعاود أنه التمرين يكون 6 اتأجل للساعة 8 وإن شاء الله تمرينة النهاردة نتأكد فيها من شوية أخبار كويسة الأخبار الحلوة اللي عندي أنه بإذن الله الأهلي هيخوض مباراة السبت القادم بالقوة الضربة ايه القوة الضربة طبعا ما فيش خلاف والكلام اللي تقال واللي هنقوله النهاردة في محاولة لإرادة التشكيل والطريقة على أنه بنسبة 90% بالسلسنة غياب علي معلول مارسل كولر رهان ويكون على نفسه تشكيلة إذا لم تحدث مفاجآت عشان الكلام يبقى واضح يعني أنه وارد كولر في بعض الأوقات بيفاجئنا بيفاجئنا وبيفاجئ جماعي النادي لأهلي قبل ما يفاجئ المنافس أو الخصم يعني لكن يعني ممكن تقول أنه الرهان بشكل كبير جدا هيكون على نفسه تشكيلة دي لقطات من تمرينة مبارح طبعا تمرينة النهاردة لسه ما بدأتش فالرهان هيكون على نفسه تشكيلة بالسلسنة غياب علي معلول اللي يمكن لغاية اللحظة دي ما استقارش مارسل كولر على مين هيقود الجبهة الشمال مع الأقرب من وجهة نظر يحسين الشحات لكن إيه قوة؟ إيه حكاية القوة الدربة؟ إنه لأول مرة قوة الأهلي الدربة هجوميا هتكون جاهزة في المباراة دي عندي أخبار كواسة جدا عن أحمد عبدالقادر وأنا بشوفه واحدة من أهم الأوراق اللي تملك حلول في حالة لجوء الترجي لفكرة الزون ديفانس عندنا كمان رضا سليم عندك كهرباء عندك محمد مجدي أفشة عندك عمر السولية اللي اقترب وبقوة من أن يكون في الصورة ممكن طبعا ما يكونش أساسي لكن ممكن إن شاء الله بإذن الله لو تطميننا عليه في تمرينة النهاردة واليومين اللي جايين ممكن عمر يكون موجود حتى على دكة البودلاء لأنه أنا بشوف أن دويتو السولية وأفشة تحديدا يعني يغيروا كتير جدا من شكل الأهلي تأثيرهم في الملعب في الموجات الكبيرة بالذات لم تكلم على نهائي دوري أبطال أعتقد أن حضورهم ووجودهم هيكون مؤثر كواحدة من أهم أوراق مارسل كولر الهجومية صحيح الاتنين اللي عيبت نص ملعب لكن الاتنين دايما بيحدثه الفارق مع وجود عبدالقادر إن شاء الله في الصورة وردة سليم وكهرباء بالإضافة ليوسام وبرسيتاو والشحات أعتقد أنه اكتملت القوات ضربة الهجومية للنادي الأهلي